السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب اكونوا بخير النهار ده جايين بوصفة حلوة قوي هنعمل الكفتة زي ما انت شايفة كده جميلة من نصف كيلو لحمة مفرومة يديرنا نطلع الكمية دي واهم من ده كله ان هي طعمها حلو جدا جدا انا مستخدمة فيها لحمة مستوردة لو انت عايزة تستخدمي لحمة بلدي براحتك لكن انا مستخدمة لحمة مستوردة وهقولك ازاي هخليها زي البلدي واحسن كمان في البداية انا جبت كوباية ونص من فول السوية الكوباية ونص دول ما يجوش على فكرة يدوب خمسة وسبعين جرام يعني اضيف عليهم مية دافية او مية ملحنفية براحتك هتسيبيه المدة ساعة نص ساعة هي على طول بتنفش وما تاخدش وقت هتزي بقى اجيب النص مفروم ده كت طبعا كان كيلو وانا قسمته اخدت نصه هجيل النص التاني بقى هو ونصيبه نعمله ايه مش عارفة المهم اخدت النص كيلو هبتدي ان انا احط له ترى البصلات صغيرين او وسط وكمان هضف له ربع كيلو من الدهن الدهن ده انا بشتري بالكيلو وعايز اقولك ان هو مفيد جدا جدا واحسن من السمنة المهضرابة كمان فياريت تجيبيه هو كيلو بخمسة وعشرين من عند الجزار ويتقسميه القطع زي كده وتحطيه في الفريزر بينفع جدا في الحواشي في الكفتة اه في الكبدة ممتاز يعني بصراحة بيفرق جدا في الطعم انا بجيب اللحمة المستوردة دي بس بقطعها وبفرومها يعني المكان اللي انا بشتري فيه بتدي له فلوس ازياد خمسة جنيه هو بياخد في الكيلو خمسة جنيه تقريبا ازياد وبيحقطعها لك وفرمها لك وانتي واقفة وطبعا المكان انا وثقافي جدا بتعامل معاه من زمان وعارفة هو بيجيب اللحمة بتاعته منين هي بتبقى برازيلي او سوداني بس تقريبا السوداني احسن هو كان ايه لقب كده الكلام ده المهم انا خدت حتة الدهن بتاعتي لقيتها حلوة متفككة كده اه هضربها مع البصل ضربتين في الكبة طيب لو انتي ما عندي كيش كبة هقولك تعمل ايه هتاخدي البصل ده تبشريه في المبشرة وبعدين تجميتي حتة الدهنة دي لازم تكون مجميديها وتاخديها على المبشرة برضو تبشريها كده برضو هتطلعب نفس النتيجة تمام خلاص خلصتهم وتفرموا هبتجي بقى ان انا انزلهم آآ في حتة اللي في الطبق الابيض دي لو تركزي كده اللي هي ما تفرمتش معي سبتها بقى حطها على الكفتة وهي بتستوي كده انا فرمته زي ما انتي شايفة كده مع البصل. وطبعا ما فرمت البصل وبعدين نزلت عليه اللي اتنين يتفرموا حلو جدا جدا. وما كانتش تقيلة على الكفة. هنا بقى فولستوية بعد ما نقعته خدته سفيته في المصفى دي سفيته بقى داية كده على طول. اتصفى وبقى تمامي تمام. خلصت من اي ماية زايدة فيه. وهاخده برضو في الكفة ودي حركة بقى مش اساسية. ليه? فولستوية تقدر ان انتي بيديك تغيينيه خلاص. مش هيحتاج كبة. بس انشان الكبة كانت موجودة زي ما انتي شايفة ومستخدمها فاروحت حطها وحطت له كمان مكعب المرأة. عشان اتأكد ان مكعب المرأة مش هيبقى سايب لأي آآ تكتلات في اللحمة. يعني اوقات تجي تفرمي المكعب دا وتلاقي فيه حتك كده مدبش فيها كويس. فالمهم دربته كده مع فولستوية في قلب الكبة وهاخده وانزل بيه على المكونات بتاعتي واحدة واحدة مع بعض كده. اتطلعي نتيجة افضل. على فكرة فيه ناس بتستخدم فولستوية اكتر من كده ومحلات اللي بره بتستخدم كمين كميات اكتر من كده بكتير. اهتماضهم كله بيبقى على المنكهات واللحمة قليلة جدا. حين بقى معلقة صغيرة طوم بودرة. معلقة صغيرة بصل بودرة. ورش الجنزبيل. وكمان معلقة كبيرة بابريكا. معلقة كبيرة سبعة بهارات. معلقة كبيرة فلفل اسود. ومعلقة كبيرة بيكم بودر. اكتر يعني المعلقة الكبيرة. حطيناها بابريكا. فلفل اسود. ويهيه? وبهارات اللي هما سبعة بهارات. بتاع اللحمة. وحطيت المعلقة الممسوحة اللي هي معلقة الطعام الممسوحة الاخرانية دي. دي الملح. تحطي معلقة ممسوحة. عشان احنا حاطين مرأة. وكمان اللحوم بتاخد الطعم والملح بسرعة. هنا بقى هتمد على ايضاية وهتعامل معهم معاملة المعجنات. حتى اعجنيها مكويس جدا. لحد ما تلاقيهم تدخلوا مع بعض بالشكل ده. انا هدخلتها التلاجة عبر ما دهنت استقبطيه ويزبطه دهنته بالسمن عادية خالص. وبدهر معلقة كده. وهبتدي ان انا اصبع الكفتة بتاعتي بمنتهل سهولة بدون تعقدات. كل حاجة في البيت. ان شاء الله النتيجة بتاعيتها مرضية جدا جدا هتعجبك جدا. بس امشي زي ما قلنا على الخطوات. والدهن اللي احنا قلنا عليه ده حاولي تشترك كيلو زي ما قلت لك وتخليها ينفع جدا آآ في اكلات كتير. حاليا نقول له حاجة غالية تقريبا فاحنا لازم برضو ندور دماغنا شوية. انا عصباحة زي ما انت شايفة كده. وهروح رسطها على ما كان اللي انا قفلت منه. تمام? تحكيمي في الحجم براحتك. بس الحجم ده كان مناسب جدا جدا. تمام? انا هخلص الكمية بتاعتي كلها. ونشوف هتكمل الصق كله ولا لأ بس هي ما شاء الله آآ كانت كويسة والله الصق كله كان آآ مليان كفتة. تقدر تعمليها كمان على يومين. وتعملي يوم مكرونة وتعملي يوم بطاطس. البطاطس رخصة اهي والجديدة نزلت والدنيا تجسرت شوية. فتقدري بالنص كيلو ده تعمليه يوميا ويكفيك تمام التمام. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده زي الفل. من نص كيلو لحمة عملنا اللي انت شايفها ده. بقى انا جبت الشكر بتاعتي بتادي تعمل فيها شكل كده بس عايز اقولك ان هو ما بنش بعد استوى. آآ آآ ادخلها بقى الفرن زي ما قلنا. بص يا ما شاء الله. طبعا او ما دخلتها الفرن كان سخن جدا. ودي حتة الدينا اللايم ما تفتفتتش في الكبه. حطتها برضو تدي كده طعم على الكفتة. آآ وفتحت عليها الشوية دقيقة من فوق علشان ما كنتش عايزها تنشف خالص. لان بجد دير ما بتنشف بتبقى مش حلوة. فما تحاوليش ابدا تنشف الكفتة. ما شاء الله هوريك دلوقتي تطلع معي ازاي. وهوريليك كده عملي صباع. وافتح حوليك وتشوفي قد ايه طلع معيك مش نشف ونفس الوقت متهوية خالص. الطعم بقى عايز اقولك ان انتي بنفسك تحكمي يا ما تجربي. لذيذة جدا جدا جدا. وقد ايه حتة الدهن اللي احنا حطناها دي قلبت معي كيين اللحمة خالص وبقت احلى من اللحمة البلدي كمان. بصي بقى جميلة ازاي. يا ليست طلعة يعني ما لا حقتش تقعد ولا اي حق. عملنا جنبها بقى صلطة. صلطة بالموجود يعني عندي ايه? لقيت في الثلاجة جزر وفلفل واطماطم خلاص تمام. بصي نشوف بقى بعد قد ايه هوية. مش نشفة ومش مكتومة خالص خالص. ما شاء الله جميلة جدا بجد جربيها عشان هتعجبك ان شاء الله جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي برضو مرأيكم ايه? ويا ريت ما تنسوش لو مش مشتركين معنا في القناة اشتركوا معينا بالنسبة الوصفات كتير كويسة ومنسبة للوقت اللي احنا فيه. وفي افكار كتير نشاركها مع بعض. لو عايزة بقى تاكليها بالعيش يعني تمام لو عايزة تاكليها بقى مع بطاطس مع مقارونا آآ يعني براحة تبصي طعم خسير. نحط لها بقى الفلفل وبالهنة والشفة. لو ما حتيتش لايك حتي لايك هو ما تنسيش تشتركي معنا عشان يوصل لك اشعار بالوصفات اول باول مع حسنا